في قلب التحركات الهادفة إلى فرض الاستقرار والأمن في مدينة تعز خرج القائد كتائب أبو العباس العقيد عادل عبد الفارع ببيان طالب فيه عناصره بالانسحاب من المدينة حفاظا على دماء المسلمين ومتذرعا بعدم قيم الطرف الآخر وهو الجيش الوطني بتسليم المرافق إلى السلطة المحلية كما تفعل كتائبه اللجنة الرئاسية تفاجأت بصدور هذا البيان وعبرت عن استغرابها من هذا التعميم الذي لا ينتمي إلى ثقافة المؤسسة العسكرية ويخالف قواعد وقوانين العمل العسكري ويتجاوز التراتبية ولا يساهم مطلقا بحل الإشكالية القائمة بل يفاقمها ويؤثر بشكل سلبي على أداء أعمال اللجنة الرئاسية وإنجاز بقية الخطوة المتفق عليها بما فيها من عودة مؤسسات الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار ونزعفة للتوتر أكثر ما لفت نظر المراقبين أن كل من المحافظ محافظة تعز أمين أحمد محمود وقائد المنطقة العسكري الرابع اللواء فضل حسن محمد أصدر وبالتزامن تقريبا مع بيان أبي العباس أمرين عملياتيين منفصلين لأبي العباس بالعدول عن قراره لانسحاب من مدينة تعز ويعددان فيهما مناقبه وباعه الطويل هو وكتائبه في محاربة الحوثيين وتحرير تعز ومتعهدين بتأمين الحماية له ولعناصره وعوائلهم في المدينة مسرحية سيئة الإخراج كما وصفها هؤلاء المراقبون الذين رأوا في تحركات كهذه مناورات مكشوفة هدفها الأساس هو الالتفاف على مهمة اللجنة الرئاسية وتأمين الحصانة للكتائب التي شكلت على مدى السنوات الماضية مظلة لنشاط فرق الإغتيالات الإرهابية المتصلة بالأجندة الإنقلابية ثمت محاولة لتكريس ثنائية جديدة للصراع السياسي والعقائد في مدينة تعز المعروفة بمجتمعها المتصالح هدفها تأمين الذريع لضرب الكتلة الوطنية الصلبة الحاملة للمشروع الوطني والمساندة للسلطة الشرعية في هذه المحافظة هذا ما استنتجه المراقبون من مغزى ربط أبو العباس قراره لانسحاب من تعز بحزب الإصلاح كما لو كانت معركته الأخيرة في هذه المدينة مع الإصلاح وليس مع الجيش الوطني والحملات الأمنية المتتالية على معاقله في المدينة رد الإصلاح على بيان أبو العباس ببيان مماثل أوضح فيه أنه حزب سياسي مدني يعمل بأدوات سياسية ولا يملك أي مليشية أو تشكيلات عسكرية واصفا ما جاء في بيان أبو العباس بالتهم الكيدية التي تهدف إلى تحوير المعركة من معركة الدولة لفرض الأمن وملاحقة المطلوبين أمنيا إلى صراع بين أطرافه أشكر كل من ساهم بإعادة الروح لتعز مهمة التحرير الثاني لتعز نجحت تقريبا فالجيش الوطني أضعف إلى حد كبير الوصاية الأمنية المفروضة من الخارج لكن المحاولات الجديدة لإعادة تموضع كتائب أبي العباس المدعومة إماراتيا قد تجلب معها المزيد من المتاعب التي لا تحتاجها مدينة تعز خلال المرحلة المقبلة